وبعد لحظات نزلت الملكة في مكان بعيد اسراء اسحي اسراء سيبني بقى شوية يا ماما ماما بقى بزمتك ده حضني ماما مروانت انا اسفة جدا بس محدش بصحيني غيرها بكرة باتت عودي عشان هصحيك كل يوم من هنا ورايح لا بالله عليك لانت بتصحى بدري قوي هي الساعة ستة دي بدري يا شيخة حزبي الله بصت له بغزه بعد كده نزلت من على الحصان وهو نزل وراي ودعت الملكة وبعد كده طارت بجنحها الفوق وببص على مروان لقيت وقفه سرحان ايه يا مروان ملك سرحان في ايه واول ما قلت له كده بتساملي وحطي ايده على كتفي وخلانا لف بص الناحية التانية حلو قوي صح الله هده جميل جدا كمان كان موجود قصر كبير قوي زي قصور الاميرات اللي بيظهر في افلام ديزني كانت حوالي الحضائق من كل اتجاه مليانة بالاشجار والظهور المختلفة اشكال والوان وبعد كده لقينا ممر مائي وفيه موجود في نص ممر المشاك دخلنا ومشينا عليه لحد ما دخلنا الاصر واتفتحت البوابات قدامنا وظهرت جنينة شكلها حل وقوي ومليانة وروض وكمان كان في نصها نفورة وبعد كده فتحنا الكتاب ومروان قرى اللي مكتوب فيه يمكنكما ان تصبح الملك والملكة ولو ليوم واحد وفيه اثناء ذلك اعصر على بلورة التلج وبعد كده دخلنا الجوة الاصر وكنت مبهورة جدا انا كان حلمة اصلا ان انا نعيش حياتي الاميرات ولو ليوم واحد بس تلعت اجر على فوق ودخلت واحدة من القوض كنت عملت نطط فيها بكل سعادة وبعد كده وقعت على السرير وانعملت حج وقفت سندت على باب القوضة وانعملت فرج على اسراء اه الموضوع ده ما كانش من ضمن احلامي لكن انا سعيد قوي عشان اسراء فرحانة بالمنظر ده وبعد كده قمت بالمكاني وفتحت الدولاب اللي كان موجود في القوضة واو فستيني الاميرات وبعد كده خدت فستان وروحت وقفت بيقى ده مروان وقلت له ده يبقى فستاني الاميرابيل اللي كانت في الجميلة والوحش تقول له عمري كنت بتمنى ان انا نلبسه طيب ما تلبسيه اصلا اصلا هيك يا ترفيعة انما انا يعني جسمك حلو هيجي على قدك ابتسمت اول ما قال لي كده وهو بعد عن الباب وروحت انا قفلت الباب وراه سبت اسراء عشان تقسي الفستان وبدأت ان انا لفي في القصر لحد ما لقيت باب لون سود وده اللون المفضل ليا اصار في دول ان انا ادخل القوضة زي وفعلا دخلت جوا القوضة وكان باين عليها او ان هي قوضة فيها طبع رجولي راقي في دلت عمالة لف فيها لقيت فيها مكتبة صغيرة مليانة بالكتب وكان فيها سرر كبير وكمان فيها دولاب فتحت الدولاب وخرجت منها بدلة سودة ايوا كده الامير هتحتاج لامير اول ما جهزت والبست الفستان نزلت واستنيت مروان تحت جهزت والبست البدلة ونزلت تحت لقيت اسرام مستنياني في نص القاعة اول ما نزلت روح تمدت ايدي ليها وهي كمان مدت ايديها لي وبدأنا نرقص مع بعض انا مش عارف حياتنا اللي جاية هتكون عامل ازاي ولكن اللي انا وصك منه اني مهما حصل هنفضل مع بعضه هنعزي اي حاجة مهما كانت فعلا وانا معاك في اي حاجة وبعد ما خلصنا رأس في دلت انا ومروان عمليني لف في القصر بندور على بلورة التالج لحد ما اخيرا لقيتها خدناها وانا ومروان روحنا عادنا عند النفورة بقى كده خلص كل حاجة اينا هتوحشلي وعمري ما هنسى المغامرات اللي احنا عشناها ابتسمت وفتحت الكتاب وقلت له هتوحشنا على فكرة انا من ساعة ما قابلتك وانا بعتبرك صحبي مش مجرد كتاب عادي ظهرت كتابة بتقول وانا ايضا اعتبرتك صديقي ومرة واحدة ظهر دوق قوي والبلورة اختفيت من ايدي والكتاب عملت رفع لفوق والدوق كان عمالي يزيد اكتر واكتر لدرجة ان انا ومروان ما كنا شايفين اي حاجة قدامنا وداعا يا علم الخيال وداعا يا صديقي وبعد كده انا ومروان روحنا في نوم عميك وتاني يوم الصبح اول ما صحيت اعدت على السر بتاع عن عمالة فرق في عيني بيتعمالة بص حولي الاجواء هدي خالص وطبيعية مفيش اي حاجة مختلف قمت بالمكان واخدت هدوم ودخلت على الحمام وانعمالة فكر كل اللي حصل لنا دا كان حقيقي ولا كان مجرد حلم خلصت وخرجت برة انا بصرح شعري وبرده صرحانة في نفس الموضوع لحد ماما ما دخلت علي حبيبتي هوانت كويسة ها ايوة يا ماما هوك في حاجة اصلا عمالة ناتي عليك من الصبح اسفة والله يا ابي ما سمعتش هوانت يا بنت متأكدة انك اخدت القرار الصح بخصوص مروان وصفره ابتسمت وقلت لها اكيد طبعا وإلا ما كنتش بقيت مراته هده انت شكلك بتحبه قوي على العموم ربنا يسعدك يا ربي يا بنت يا ربي يا امي هتسافر يا ابني هكلمك على طول وهطمنك علي وحاول لارجع فقرب وقت ممكن بإذن الله ربنا يوفقك يا ربي يا مروان طب وليه العياد بس يا زوزو عشان هتوحشني يا ابني وانت كمان هتوحشني قوي حضنطو هيك اتعملت عياد بسبب لانا خلص صعيبها ومسافر وبعد كده دخلت القضاء بتاعتي عشان اجاهد شونت الصفر وانا بحضر الحاجة بتاعتي لاحست اني فرقم الطبقة ومحطط على المكتب بتاعي مسكتها وفتحتها واتصدمت باللي لقيته فيها مش معقول رحت نحية الدولاب بسرعة وغيرت هدومي وطلعت الموبايل واتصلت باسراء يا ماما انا نازل شوية وبعد كده نزلت وقفلت الباب ورايا بسرعة ايوة يا اسراء البس بسرعة انا جايلك حالة هو في حاجة ولا ايه مش هينفع في التليفون اجهز بسرعة بس لحد دماجي طيب تمام تمام ما تعرفش بس عايزك لي يا بنتي لا والله يا امي ادعي بس يكون خير ان شاء الله واول ما جايز تنزلت ولما نزلت لقيت مروان وقفت ضم البوابة واول ما شافني تلعي يجرى علي مسكني من ايدي وركبني العربية هو في ايه يا مروان وايه المقابلة دي استني بس ولما نوصل هفهمك تفهمني ايه بس اهدي وهقولك لما نوصل انت اللي محتاج تهدى على فكرة بصت لا بعد كده بصت قدامي وانا بحاول لانه هدي نفسي وبعد شوية كنا وصلنا للكافية دخلت ودخلت ورايا واعدنا عالترابيزة هاي تشربي ايه لا معلش هو انت نزلتني على ملأ وشي وجاي تقولي تشربي ايه انا انا جعانا ما فترتش يا شيخة حاسبي الله وبعد كده طلبت اكل خفيف ليه وليها بقولك يا سراء الكتاب اختفى ايوة يا مروان ما انا عارفة كان ايال ان هو بعد المغابرات ما تخلص هيبقى لينا هدية انا وانت هدية هدية ايه ايوة فاكرة الرجل اللي خطفك عشان خاطر الخريطة ايوة فاكرة طبعا هو ده يتنسي رحت خرجت الورقة من جيبي قلت لها اهي الخريطة هي اسراء بيتبصل مروان ومصدومة وما كنتش قادر حتى ان انا اتكلم صدق ايدي ما كانتش معايا ولا كنت عارف عنها اي حاجة والكتاب مرضيش يقول لي حاجة عن الموضوع ده اساسا طب وقات لك ازاي كنت بردت بالشنط عشان خاطر السفر لقيتها على المكتب طيب طب وهنعمل ايه دلوقتي مش عارف طب احنا لو رحنا وصلمناها دلوقتي هيتهمونا بحاجة هم عارفين من ساعة لما ساعدناهم في القبضة على العصابة فلو رحنا لهم دلوقتي بالخريطة ممكن يشوكوا ان احنا كنا مخبيينها يعني ممكن نروح ليه بالزبط كده رحلة استكشافية عادية ولقناها بالصدفة هدخل عليهم ما ظنش لأ هنقول لهم لقنا الخريطة في مكبرة ودورنا على المكان اللي في الخريطة ولقناه وبعد كده بلغنا الله هده انا متحمسة قوي طب يلا يا باشا بقى جاهز شمطتك طيب وصفرك انا لسه معايا وقت فرحت جدا وبعد كده رجعت البيت وعرفت بابا وماما إلا انا هروح رحل اللقصر مع مروان قبل ما يسافر واخد معايا قدم وادهم والحمد لله بابا وافق عشان انا مش هكون معا الواحدي وروحت وعرفت قدم وادهم وتحمسوا جدا للرحلة وتقابلنا احنا كلنا في محطة القطر عشان نستعد للرحلة الأخيرة مفيش واحد مننا كان متخالي ان ده يحصل فكرة ان اتنين من الطلاب في كلية قصار لقوا مقبرة فرعونية ده شيء رائع جدا وهدينا فرص اكبر في مجال العمل واول ما وصلنا للقصر ما استنيناش كتير على طول توجهنا ناحية الخريطة بالضبط الموضوع كان سهل ما كانش صعب خالص الكتاب كان مساهل الامر علينا وكمان الخريطة كانت واضحة جدا وفعلا تم العصر على المقبرة بنجاح وكانت مليانة بأثار قديمة غاية في الروعة ودهب كتير وملابس قديمة وقضوات شخصية كمان وبعد كده بلغنا الشرطة اللي بلغت رجال الدولة الكبار وتم نقل الطحف الأسرية دي للأماكن المخصصة لهم وكمان تم نقل الجثمان الملكي عشان يتعرفوا عليه وأنا ومروان تم تكرمنا من قبل الدولة على مجودنا وأماناتنا في تسليم كنوز مصر وللأسف جي يوم صفر مروان وكنت معاه في المطار انجاز هايل مبسوطة قوي خلي بالك من نفسك وانت كمان وما تنساش تكلمني تطميني عليك حاضر ربنا معاك هتوحشني قوي وانت كمان وبعد كده جي معا طيارة مروان ودعنا وصابنا وراح ناحية البوابة فدلت وقفة وبص عليه لحد ما اختفى من قدامي تماما وبعد كده خدت بعضي وراحت على البيت وأنا دموعي مش عايزة توقف فرام مروان صعب أوي علي لكن أنا بتمناله كل التوفيق قعدت في مكاني في الطيارة وأنا ببص من الشباك اللي جنبي غمضت عيني بعدما ربطت حزام الأمان وبعد كده رحت في النوم ومرة واحدة حسيتني فيه ضوء قوي قوي بيضايقني فتحت عناي وغمضها كذا مرة لحد معيني ما خدت على الضوء بيت منستغرب وعمالة بص حواليا لقيت نفسي في قوضة احتناء كلها بيض فابيض وقدامي شباك كبير وعنسة تاير خفيفة بيت حاول حر الجسم لكن أنا حاسس بواجع بيت عمالة بص حواليا لحد ما لقيت جرس طورت جنب السرير لوح تدست عليه ودخلت علي ممرضة وليتها بتقولي حمدالله على السلام يا أستاذ مروان إيه ده أنا فين وإه اللي جابني هنا حضرتك في المستشفى وحضرتك بقى لك سنف غيبوبة ده بابك وممتك يفرحوا قوي اتصدمت من اللي هي قالته إيه غيبوبة والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة